فأنا كنت أتمنى طبعاً أنا أقدم مردود أفضل من كده لأنه في الأول وفي الآخر ده بيتي أتمنى كنت مستند أكتر من كده أه كنت أتمنى مستند أكتر من كده لكن في الأول وفي الآخر أنت مدرب وسلعة محترف أنا قديت الدور اللي علي في الوقت اللي موجود حاولت بقدر الإمكان وأنا زي كل المدربين من بين نجاحات وبين إخفاقات حاولت بقدر الإمكان أن أنا أنجح معناد الإتحاد والحمد لله رب العالمين الكل يشهد ان احنا ما اخرماش في اي جهد داخل ناديل اتحاد سكنداري عشان ينجح بشكل كبير جدا سواء افقت او او موفقتش الحاجة دي بترجع طبعا لربنا سبحانه وتعالى ادارة ناديل اتحاد كانت دعم الفكهة استقرارك مع الفريق؟ اه ما بيش شك ادارة ناديل اتحاد دي انا تربطني طبعا بالأستاذ محمد مصلحي يعني علاقة اخوية بشكل كبير جدا ويمكن هو كان دعم بشكل كبير جدا في تواجدي وهو يمكن يعني كان في احاديث كتيرة جدا فيه خلال فطرة الاخيرة على رحيلة وهو يمكن كان متمسك ولكن جيت في الاخر يعني اصريت على الانفصال قبل الاستقالة الاخيرة كنت عندمت استقالات قبل كده؟ اه مرة يعني بعد ماتش المعولين اه وهو اصار ان اتواجد وحتى يعني هو قال لي انا ذات نفسي بتعرض للاهنات انت زعلت لما الجمهور بشكل مباشر اه طبعا اه اساليك ده زعلك طبعا زعاني كتير جدا اه بيزعلك الجمهور اللي بيوسيق من المدرجات اكتر ولا اللي موجودة على السوشال ميديا لا انا بحطش دماغي في السوشال ميديا اه اني لو حطيت دماغي في السوشال ميديا هفشل اه تفشل لكن لما يبقى كده مهور في المدرجات عين في عين ما ينفعش اه وللأسف يعني اه تأثرت بي زعلت كتير جدا اه